هذه الفكرة تحل حذاء الذكي للمكفوفين جتني من لاحق بزاف المكفوفين أنهم يتعثروا ويصطدموا بالجدار قلنا الحوادف كما هكى توصلهم حتى للموت فتكرت لهم هذا ابتكار الحذاء الذكي بها يقدر يساعدهم حين مثلا راح يصطدم بالجدار راح يصونيلوا الحذاء وائل هل بإمكانك أن تشغل هذا الحذاء الآن أو ربما آه ممكن معليش وائل نعم تفضل وائل وائل هل تعرف ربما ناس مكفوفين أو مثل هذه الحلارة هي زوج ماتر دو ماتر دو ماتر من الله بصحك شوكي مثلنا نجرح آه لما يجي حاجز فلتصدر صوت معليش وائل نشوف الحذاء تفضل يعني لما يكون المكفوف لابس هذا الحذاء ويكون يمشي بمجرد ما تجي حاجز أمامه راح يصدر الصوت يعثره نعم راح يحدث صوت ويحدث ربما رنى للمكفوف بأنه يغير الطريق أو يرجع هكذا وائل وائل هل تعرف أنت في حياتك تعرف ناس مكفوفين ربما اللي خلوك تعمل هذا الاختلاع؟ لا ما نعرفش عربما بصفة عامة ساعة نشوفهم برا يغيظوني بالسهر نعم وائل من ساعدك في الوصول إلى هذا الاختلاع الجميل؟ والدية وقدم تحية الوالدية وأختي أكيد تحياتنا لولديك طبعا أخوتي ورئيس الجمعية الإبداع والإبتكار شابير عبد الغاني قدم له تحية كبيرة طيب لو نسألك وائل هذه الأجزاء وهذه الألات الصغيرة هل اشتريتهم أو ملقيتهم في ألات أخرى؟ اشتريتهم نعم وركبتهم في الحذاء لكي يعمل طيب في جمعيتكم جمعية الإبداع والإتكار هل فيه ربما ناس تشبه الوائل عندها اختراعات عندها انتجات علمية؟ كاينين كان هنا أطفال ثانية عندهم عندهم اختراعات مثلا وش عندهم وائل؟ كان صديقي عنده تح القاس نعم كان كما اختياء عندها ثاني تح القاس كمثل يشمل حساس القاس رايحة كشلت تفتح النافذة نعم فتفتح مباشرة وائل لو تعطيني الحذاء وائل فضل ربما لو تدخل عليها ربما مستقبلا تعديلات رح يكون أخف ورح يكون عملي وائل هل توصلت ربما مع أو تواصلت معك شركات أو ناس لأجل تبني هذا المشروع وإنتاجه مستقبلا؟ نتمنى ما مازال لا لا بصح نتمنى أنهم يتبنوا هذا المشروع التاحي نعم وأنهم يطوروه نعم بالمشاركة بهذا المشروع محاهم أكيد طبعا ربما سينتشر في كل إنحاء العالم لأنه اختراع جميل ومساعد وعملي وائل ماذا عن اختراعك الثاني قتل هذا الجهاز خاص به؟ روبوت تحدي العوائق روبوت تحدي العوائق ربما يركب للسيارات هذا وائل نعم ولو تشرح لنا عمله طريقة عمله أكثر وائل تفضل هذا الروبوت مثل كيجي رح يستدم بجي دار نعم رايحي دار نعم رجاء قال يالوي دار هذا نقدر نحطه مثل في السيارات نحطه من خلف السيارة كيجي السيارة رح تستدم مثل بالأخرى كيجي رح ترقن راحا ترقد السيارة نعم طبعا من هنا نوجه نداء لكل واحد مهتم بهذا الأجهزة يتبني هذا المشروع وإنتاجه مستقبلا طبعا شكر كبير للسلطات على رأسها رئيس الجمهورية لتبنيه أو يتكريمه لمثل هذه النوابغ وأنا متأكد متأكد جدا أنه فيها الكثير من وائل عبر الولايات الثمانية والأربعين تحتاج إلى لفتة تحتاج إلى تطوير تحتاج ربما إلى تكوين مستقبلا لكي يكون عندنا علماء وناس منتجين وعندهم براءات اختراع وائل أنت تدرس في السنة الثانية متوسط وش هو وش حب يولي وائل لما يكبر وش حب يدرس في الجامعة إن شاء الله الشاتين يكون مخترع إن شاء الله وش حب تدرس بالتحديد فيزياء رياضيات علوم طبيعية وش هو مجلة حب فيزياء نحب الفيزياء بزاف نعم لأنه ربما تعتمد عليها كثيرا في ال وائل كم علاماتك في المدرسة هي طلعة بزاف علاماتي مليحة سرتو في ذلمجة الفيزياء وعلوم نعم وكم يعني بالتحديد من عشرين 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 دائما عشرين ما شاء الله عليك متفوق إهلا بقالي جامي يحبط من العشرين نعم لما بجعت وائل لولايتك تلقيت مع أصدقائك مع عائلتك وشافوا تكريمك مع رئيس الجمهورية وشافوا صورك في اليوتيوب وفي التلفاز أصبح الشخص مشهور يعني وائل واش قالوا لك واش قالوا لك أصدقائك لما رجعت فرحوا بزاف بياه وقالوا لي إن شاء الله تزيدك معك وتبقى تتطور تبقى تستمر وتتطور إن شاء الله وما ثاني حابين يتعلموا حابين يتعلموا تعرف وائل تعرف عندك أصدقاء عندهم اختراعات مثلا وائل بصح كان أصدقائي تحجمعية نعم ثاني يعرفوا اختراعات نعم ارتكارات نعم كان أصدقائي يتواصلوا معي عبر الفيس آه أصدقاء افتراضيين يعني آه حقيقيين هما آه حقيقيين واش يسألك وائل يسألك على اختراعاتك على هما قالوا لي بلي عدهم ثاني ابتكارات متعلمين بصح ما عدهم شيء امكانيات خاصهم خاصهم امكانيات يعني باش يطوروا ابتكاراتهم وائل طيب وائل احنا شفناك معه مؤخرا في التكريم اللي حذيت به من طرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تببون وشفنا ربما طولي معاك في الكلام ماذا قال لك رئيس سيد سيوائل قال لي رئيس الجمهورية دعاني سمع المرة واحدة الأخرى نعم قال لي جاهز روحك والثاني انا دعيت الولايات المسيلة انه يتشرفنا بحضوره نعم ولاية المسيلة بالدعوة قبل الدعوة وراح يجي عندك الولايات المسيلة وائل طيب وائل قلت لي انه مستقبلا تريد ان تكون مختارع تبقى في الجزائر وائل ان شاء الله اي نبقى في الجزائر لانه تحب الجزائر اي بلادي طيب شكرا لك وائل وشكرا لتشريفك وحضورك معنا هنا للستوديو قناة النهار نتمنى ان لا تكون اخر مرة تحضر فيها معنا شكرا لك وائل مجدد شكرا اذا عزائي المشاهدين اعودوا اياكم الى استكمال باقي اخبارنا لهذا الموعد الاخباري حيث استقبل امس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر حيث خص رئيس الحكومة الاسباني باستقبال رسمي برئاسة الجمهورية اين القى كلمة شكر للجزائر على هذه الدعوة التي ترمز الى تقارب وجهات النظر بين البلدين في المجال الاقتصادي وتبادل التكنولوجيا خصوصا مجال السارتاب والجانب الامني في المنطقة فبعد تحية العلم استعرض ضيف والجزائر تشكيلة من الحكومة الشكر الجزيل من القلب الخالص لفخامة الرئيس تبون لهذه الدعوة الكريمة التي اتمنى